عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألاناك وذلك على هامش اجتماعات قمة دول لعدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كيمبالا خلال اللقاء أشهد الوزير شكري بوتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات كما تناول اللقاء سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوافق حول دراسة تدشين خطوط الطيران المباشر بين البلدين واستعرض شكري تطورات الأوضاع في غزة والدور الحيوي الذي تقوم به مصر في إطار مسعيها الحثيثة لضمان إدخال المساعدة الإنسانية دون أي تعوائق إلى القطاع هذا فضلا عن الجهود الدؤوبة التي تطلع بها القاهرة لوقف إطلاق النار